نطير سريعا إلى أخبار النادي الأهلي والأستاذ أحمد السيد المستقر دائما وعايز أقول خطة المعارضة في النادي الأهلي عبد المعيج الأستاذ أحمد السيد طبعا خليني أقف هنا على مسافة من الاحترام وعايز منكم المشاركة يعني امبارح بعد مشكلة رمضان صبحي واليبادلي الكثير من جبهة المعارضة في النادي الأهلي أو ما يسموا المعارضة أنتم عارفين كل الناس محترمة في النادي الأهلي سواء اللي معه أو اللي ضد ناس بتتكلم باحترام وهو ده النادي الأهلي يعني حتى بيتكلموا بيحترموا بعضيهم يعني فقالوا أن ده لو كان على أيام محمود طاهر كانت قامت الدنيا ولم تقعد وأن أيام محمود طاهر لما كان من غير ما يحصل حاجة كان بيتحارب المجلس سواء من الأهرام في اللي بيكتبه الأستاذ محمود صبري أو في اللي بيقوله الكابتن عدل القيعي أنا بنقول لكم صورة ده مش رأيي أنا بقولك جبهة المعارضة في الأهلي أو ما يحسبه على جبهة المعارضة بيقولوا إيه بيقولوا أن الإعلام بيكلب مكيالين وأن المشكلة دي بتأت رمضان صبحي وقال يبدي لو كانت أيام محمود طاهر كانت تعلقت المشانق وكانت قال مش الأهلي اللي يتعامل فيه كده وكان فيه مشاكل أقل منها بكتير وكانت يتفرد لها مساحات الغرض منها محاربة محمود طاهر وفقط أما الآن فالوضع مختلف فهم يجاملون إدارة محمود الخطيب على حساب مشكلة كبيرة جدا كان من المفترض الإعلامي يصورها بشكل أكبر من كده لأن فعلا الأهلي مش هو اللي يحصل فيه مثل هذه المشاكل وأن رمضان صبحي تعدى حدوده ولابد أن يقاقب عقاب كبير جدا البعض الآخر من صفحات الأهلي اللي أنا تبعتها النهاردة قالك أن رمضان صبحي أخطأ في حق النادي وحق زملائه وأن الرمضان بيتلاعب بالنادي الأهلي من فترة وكتبوا هاجموه أنت تجربتك الاحترافية فشلة ولما رجعت تنجمت في الفرقة فلازم تعرف قيمة الأهلي ولو ما تعرفت قيمة الأهلي ما تلزمناش دي قصة التناول اللي حصل بتاع موضوع رمضان صبحي وقال يبدي لكن بس الناس بتقول لنا يا جماعة أقول وجهة نظرنا وإحنا هوانا مفتوح لكل وجهات النظر بلا استثناء يعني الناس بتقول أن الإعلام لم يعطي هذه الواقعة حقها وأنه لو كانت أيام محمود طاهر كانت قامت الدنيا ولم تقعد في نفس الوقت في نفس الوقت بعض صفحات النادي الأهلي هجمت رمضان صبحي وعالت أنه هو بيدعي خلق هذه المشاكل علي كان خاطر يعمل مشكلة مع النادي طب ده كله عيفسروا أحمد السيد إزاي لأن بدأت الناس تتكلم عن صفحات وأحمد يمكن دارس صفحات كتيرة أيوة يا صيد محمد محمد الناس كبرت الموضوع بس أنا بنقول أنا ما بقولش رأيي أنا بنقول الحالة بنقول الحالة بنقول الحالة بما يرضي الله كما حد تقول لي بتغمض عليك عن حاجة وتفتحها في حاجة تانية أو بتشتغل بالألوان الناس بتقول لو المشكلة دية ميشيليوميندول مع محمود الخطيب ولو مع محمود طاهر كانت الدنيا قامت وما عالتش بعض صفحات الأهلوية نفسها بدأت تهاجم رمضان أنه بيلوّع في التوقيع وأنه وقيله نادر شوق معل سأره جدا مع هيدرزفيلت الإنجليزي وأنه هو جاي أصلا من تجربة احتراف فشلة فما ينفعك يتعالى ويغالي على النادي الأهلي دي الحالة من أول الموضوع ما طلع للنور أشوف رأي أحمد السيد ويقول لنا ماذا حدث على الصفحات من اختلاف في هذا الموضوع الخاص برمضان صبقي ومشكلته معالي وبدجريني الكل الخلاصة أني الكل معاي برمضان ده اللي أنا فهمته والله أعلم لا يفتأ وأحمد السيد معنا أستاذ أحمد السلام عليكم عليكم السلام تحياتي ليك يا سيد عبد الناصر أعلم بيك وبرحب بيك وبرحب بكل اللي بيتموز دايما في كل مكان صديقي العزيز الأستاذ مروان آآ 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 بيقول مفيش نادي من غير مشاكل بس زي ما بتتكلم عن مشاكل الأندية التانية وبنحطها في القلب بتاعها لازم برضي نقول الناس بتقوليها مش هرمني عن الناس إنها تقول رأيها وإن إحنا كده يوبا موجهين ولا أنا غطاني يا أحمد أتفق معاك تماما يعني نحن نغطي مساحة طبعا من القرية للكل للرأي والرأي الآخر الموضوع يبقى نتكلم فيك منتهى الأمانة نعرف كل الأفكار كل الأراء كل وجهات النظر وخلي بالك أنا بأكد بقول اللي تقال من المعارضة جوه النادي واللي تقال على الصباحات أنا ما قلتش رأيي ولا أقول رأيي ولا لي دعوة أنا خدت قرار أنا أقول رأيي في أهلي ولا في زمالك ولا في أي حاجة أنا مجرد نائل للأخبار واللي شايف إن أنا يعني بنقوا الغلط إصحقه لي وحقوا عليها تفضل يا أحمد يعني خليني برضو أؤكد كلام حضرتك وإنين برضو زي ما حضرتك بتقول بعض الصفحات أو بعض الجروبات الخاصة بي نادي لالي للبعض فيه ما قال زي ما حضرتك بتقول يعني الموضوع ده لو كانت في وقت مجلس مهندس محمود طاهر كانت سيتم تناوله يعني بشيء مختلف أو برؤية مختلفة لكن يعني ده وجهة نظر وجهة نظر برضو حضرتك ولكن تتنعلي لأقول وجهة نظري في الموضوع طب حضرتك يا أصدر أحمد ممكن تقول لنا بعض الصفحات اللي اتكلمت في الموضوع ده بتعاتب رمضان أو ضد رمضان يعني أنا شفت باين على ما أعتقد الأهلي حياة أو حاجة زي كده مش فاكر بس أنا حد بعتلي أكتر من صفحة بصراحة لو أنت يعني هو في أكتر من صفحة بتتازمك لو بلاش بس نقول أسماء برضو على سن لا أصلي في حد أصلي في حد لا 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 بالعاكس كل الصفحات فوق دماغنا أنا بس كان خاطر أبا أمين في الرأي لحد يفكرني إن أنا بقول كده وما فيش حد يكتب حاجة لا 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 الناس والناس أعتقد واضحة في التالي فوشيال ميديا دلوقتي إحنا كلنا عاديين في البيت فانتفقين وشايفين فكيد البعض أكيد آآ يعني ودي فيها حالة برضو مش عايزة أقول الاتقاء لا أكيد الناس رفضة طبعا لموقف رمضان صفحي بس اخناح لي وضح بس أنه غزية في الموضوع ده موضوع الملف نفسه أو القصة نفسها أو الخلاف نفسه وصلنا بين آآ رمضان صفحي وقال لي وباجي يمكن إحنا هنا تكلمنا فيه وعرضنا المنتهى لأمانة لم نغتله ووضحنا الأمور بمنتهى الكلام ووضحنا الكلام اللي حصل بالضبط ووضحنا الغرامة ووضحنا المشكلة من أولها لآخرة ده أحسن نلعب مختار الفيتش أو حتى بغضفة خلع الملابس وتدخل الكابتين تاب عبدالحفيز وشريف إكرامي عرضناه ويمكن أنا قلت كمان إن أنا خذ يعني رؤية من أكتر من حد عشاني بقى نعرض الصورة واضحة للكل أعتقد نفس الأمر كنا نعمله وقت مهندس محمود طهر أو وقت قيادة المهندس محمود طهر للموضوع كنا نتكلم برضو بمنتهى الأمانة هنعرض نفس الفكر ونفس التصور وده تالي هو ده بور لكن أعتقد تناول الإعلام للملفات أو الأزمات أو بتحديث موضوع زي رمضان صورة أنا شايت ناس أنا ولاته بمصداقية تالة يمكن كل عرضه كل يتكلم فيه كل يتكلم عن الغرامة كل الكلام يتكلم أمر محفوظ فلالي طبعا محفوظ فلالي أمر يجب عدم تكراره طبعا يجب عدم تكراره أمر لا يليق بفهمته أثناء نادي الهالي طبعا لا نختلف على ذلك وبالتالي ناس اتكلمت وانتقدت هذا الفعل وهذا التصور وده وجبنا فلكن فكر بس خلي بالك أنا شايف إن الشيء الإيجابي العقوبة اللي إدها سيد عبد الحفيظ لأنها العقوبة تعني المبادئ والقيم بس تأكل خاضر إذا كان حد أعزي أعرف رأيي أنا المشاكل بدي حصل في كل الأندية ولكن كيف يتعامل النادي مع المشكلة ده كان موقف سيد عبد الحفيظ في العقوبة الفورية وكان موقف فيلر في إنهاء التمرين عقابا لهم أصدق معاك تماما يعني وده والعقوبة فتاعتقد واضحة لكله صحيح ماذا خطأ اللي اتنين علشان برضو الناس ما تكتش إحنا بن دسع على رمضان صبح لا رمضان صبح أخطأ وقال يوباد دي أخطأ وما يصحل إنها فازة نلعب تكبر وتتتاقم بهذا الأمر خصوصا أنت في تمرين مش في مباراوة فلو في مباراوة أمر غير مبارا فالتنين أخطأوا أقال لتنين أخطأوا وإن تنين أخطأوا خطأهم وإن تنين تقبلوا للعقوبة فالناس اللي بتنتقض رمضان صبحي لا الحق في انتقاض تطرط رمضان صبحي في انتقاض خطأ رمضان صبحي في الموقف ده لكن أنا ضد بتصخيم الموضوع وانا معاه وإن رمضان صبحي بيدعي وإن رمضان صبحي مش عايز يكمل بس تخلي بالك ده مش أحمد ده مش كلامي ده تكتب صح وإن رمضان صبحي كده كده بيتلكك وفي ناس قالت كمان ده رمضان صبحي يعني تواعد تنفذ عبدالخطيسة حالة تنسيج للغرامة لا 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 وابا جابيني لو دفعتني مليم لا لا ده كذب وعاري تماما من الصحقة ده بقى ده بقى اسمه الأكاذيب اللي إحنا بنكشفها بميرض الله ده اسمه الأكاذيب اللي إحنا دورنا إن إحنا نكشفها لا ما قالش وريني راجل يغرمني مليم هذا الكلام لا بيحدث بالمرة اتقال أه أه أشكرا أشكرا وانا 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 بص يا أبو حمير بص يا أبو حمير أنا كان لازم أبدأ معاك بدا عشان أنا اتهمت إن أنا بخبي رأي الناس يعني أنا النهاردة جيالي فوق المتين رسالة أنت بتشتغل بألوان أنت مرضيش حتى تقول رأي الصفحات يا أخي تقول لصفحات الأهل بتهاجم وانت ما تكلمتش حتى في الموضوع أنا طرحت كل الأراء وأكتفي بهذا القدر لني خلاص يعني كل الأراء ألتهى وقتلت الموضوع بحث اللي عايز يزعل منه يزعل واللي عايز ما يزعلش ما يزعلش إحنا قلنا الأراء دون أن نبدي رأي لنا شخصي نخش في أخبار النادي الآن يعني تتمنى لأمور بس تكون أضب وإحنا فعلا مهمة بس أوضح أن إحنا لما نتكلم بحاجة أي أن كامل موضوع طب نحاول نتكلم بحاجة أياه كامل موضوع طب نحاول نتكلم بمتاع الأمانة ولا بقى لنا مصلحة ولا لنا من ماسك ولا من الموضوع ولا من الأزمة صح مهم أن إحنا نعرض الموضوع زي ما هو فضل أبو أحمد خلينا نقول يعني كده بعض الأخبار المهمة في النادي الآلي زي ما حضرتك تعلم النادي الآلي راحل مودة ستة أيام مستر زايلر نجي راحة تلبية لكل اللعيبة أجد عليهم التواجه داخل المنازل يعني عدم المخلطة عدم الخروج الالتزام تماما في كل التعليمات حرصا على مصلحة الجميع كان فيه صورة انتشرت على سوشيال ميديا يعني موجود فيها مستر زايلر وموجود فيها المهندس حديد مرتجي عوض مجل صدرت النادي الآلي وامير توفيه مدير التعافضات بالتسويق يعني يمكن يمكن أنا قلت فلائف الأمس يعني إن كان فيه خروجة مدينة ثلاثي كده في أحد الملاكب الميلية موضوع أصدقاء مع بعض الصورة انتشرت على سوشيال ميديا والناس قالت إن خلاص بيتم التجديد مع مستر زايلر وإن خالد مرتجي مع امير توفيه بينه هذا الملاك وإن برضو أن أنا وضع إن الصورة دي توقظت سلاسي كانوا فيه خروجة مع ضعب ليست لها أي علاقة بمثالة التجديد تلاتة بتربطهم علاقة قوية مع بعض مين ومين مين ومين المهندس خالد مرتجي وأن يتو فيه مدير التعافضات والتسويق ومستر زايلر كانوا في خروجة مع بعض الصورة التاخل فألك بس هم بيصودوا معه على تجديد التعافضة فالجلسة كانت ويا عمي وحتى ولو حتى لو كان على جلسة عشق وتكلموا في التجديد إيه المشكلة يعني؟ صح مفيش أي مشكلة بس من خلاص التجديد وهم ناول موضوع أمير توفيق من حقه إنه يتكلم وخارد مرتجي من حقه إنه يتكلم ومن موضوعه مفيش أي مشكلة واللي يقول يقول واشتري دماغك خلينا بس أسألك دلوقتي سيد عبد الحفيظ والشناوي وعلي معلول راحوا رامس جلال السنة دي؟ ما عنديش معلومة مؤكدة يعني لكن أنا يعني من معلوماتي أنا الشخصية أعرفت أنهما سجلوا حالها منذ أيام يعني في المراض خلينا ننفرد ونقول إنه فيه ثلاثة من الأهلي وثلاثة من الزمالك الثلاثة اللي من الأهلي تم إعلان أساميهم ومعرفتهم عن طريق فريق عمل رامس جلال وهم الكابتن سيد عبد الحفيظ محمد الشناوي علي معلوم في الزمالك إسماعيل يوسف تولى الأمر بالاتفاق مع رامس جلال واختار اثنين لعيبة أو ثلاثة وفيه مشكلة كبيرة حاصلة حاليا مع مرتضى منصور ومع إسماعيل يوسف لأن نفس الموقف ده حصل السنة اللي فاتت لما إسماعيل يوسف ودى ناس لرامس وانتو عارفين إن مرتضى بيكره رامس وبيحاربه عشان حيموت وعايز رامس يجيبه حلقة طب لو عمل فيه مقلب تممكن يفس يموت أصلي يعني ده حمل مقلب ده يا أحمد مرتضى مرتضى كل سنة يعمل مشكلة على أي لعب زمالك راح سنة اللي فاتت عمل مشكلة والسنة دي بيقولك عمل مشكلة دلوقتي مع الكابتن إسماعيل يوسف عشان فيه ثلاثة راحوا من الزمالك والمشكلة كبيرة جدا يب حصريا لعبد النصر زدان ثلاثة من الزمالك بمعرفة إسماعيل يوسف وثلاثة من الأهلي اتعرفوا الكابتن سيد عبد الحفيظ العلي معلول محمد الشناوي والتصوير كان في دبي وأقول لكم تفاصيل المقلب كل يوم أقول لكم خبر اللي بعده والثلاثة والثلاثة المتواجدين بمعرفة النادي الأهلي كان فيه لا نما هو تم الاتفاق ودفع فلوس للأهلي كمان صح يعني خليني بس مدى لحمد فتح الموضوع ده ما تنقشنيش الاتفاق بمعرفة إدارة النادي الأهلي وطبقا لللائحة المالية للنادي الأهلي وفيه رسوم متسددة للنادي الأهلي غير أجر اللاعب اللي طالع من النادي الأهلي صح صح طبقا لللائحة المعمول بها في هذه الأمور الإعلامية أما في الزمالك في الناس بتاخد تحت طرابيزة وفوق طرابيزة والنادي عندهم أخر حاجة تقصة تانية أنا ما ليش دعوة بس أحمد نكشني فحبت أديكم المعلومة في الزمالك ما فيش حاجة دخل النادي في الأهلي النادي لهاء وبيتدفع طبقا لللائحة يعني أنا لو عايز علي معلول معروف سعره بدفع للنادي كم بعد مدفع للنادي باتفق مع علي معلولة إن شاء الله يجيلي ببلاش كل واحد كل واحد خمستاشر ألف دولار وفيه عشرين ألف دولار الأرقام عندي بس بك عايز أتكلم في الحاجات دي أحكى للحسن لأن أنا لما روحت الرامج جلال وتكلمت في الرقم عادت عينا أربعين يوم اللي بعده خليلي برضو وضع خبر برضو كلنا تكلمت في معرضة في السوشيال ميديا فكرة إن لالي بيفكر في الاستغناء عن كريم نزد وموضوع يعني شغل الرأي العام فتواصلت طبعاً مع بعض النادي لالي وكبت سيد عبد المعطيب لالي واكد يعني يمفي تماماً فكرة الاستغناء عن كريم نزد أو التخلي عنه لا بيش أي مشكلة بالعكس لالي بي يساند ويدعم اللاعج واللاعج من المسطرر خلال أيام يسافر لألمانيا ولكن طبعاً طين تظهر بعد مشاكل لحظر السيران وفيروس كورونا فهم يشوفوا عرب وقت يدر يسافر فيه لكن كريم نزد واخد كل الدعم من النادي الآلي وربما يلجأ لعملية بروحية جديدة نتمنى لها الشفاء والسلام نفس قصة عبد السمير يعني هو كمشال جدس على رجلي من سطرة وبهدد برنامجو التأهيلي والعلاج الشاخي المميز جداً والطبيب الألماني مقصود جداً من تحصر حالته المقصود هيسافر برضو لألمانيا متحدد له مع عزمة الداية عشرة تأريداً مايو من المقترض ان هو يسافر إلى ألمانيا لاستكمال برنامجو التأهيلي هناك أيضاً كمان برضو كابتن حمود الخطيب كان في جلسة مع لجنة الخطيب وايضاً كابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو لمنخشب بعض الأمور الخاصة بتطريق قطاع النشيد وايضاً بعض الأمور لتخص الفريق الأول بخرة القدم بالنازل آلي ويكون في جلسة خلال السبعة القادمة مع رامسة الفايلون ونزى كابتن حمود الخطيب يعني عن طريق العليد محمد مرجان المدير التنفيذ للنازل آلي واجهة لتقفل جماهير للنازل آلي يعني الالتزام ده دور النادي الآلي ودور محيثه الالتزام بتعليمات الحكومة المصرية بالمصار في المنازل والانتزام بكل الأمور الخاصة لمواجهة فيروس كورونا يعني الانتخاذ كل الطرق وهاء المعايير الاحترازية من أجل إن شاء الله بإذن لعدم انتشار هذا الفيروس وكابتن حمود الخطيب قال يعني زي ما حصل كده في موقف استاذ القاهرة لما كان حلم للنادي الآلي وجماهي وهم يرجعوا يلعبوا عليه وقد كان فحقق الحلم والنادي الآلي رجع يلعب على استاذ القاهرة ووجود عدد محاسين من جماهير فإن شاء الله نلتزم إن شاء الله يعني بمتابعة التعليمات وبإذن الله بعد الأسبوعين الأمور تبقى أفضل وتبدأ رياضة المصرية تعود من جديد وتبدأ الأشطاء وكل الأمور ترجع وتكون أفضل وأفضل وأفضل دي بعض الأخبار أخيراً الآلي بيقطع من التجديد لأحمد فتشي لمدة موسمين بقي بس بعض الروتوش في الملف ده والموضوع ينتهي تماماً زي ما قلت لك يعني كابتن محمود الخطيب أريد ديني ملفات التجديد أو ملف التجديد للرباعي أحمد فتشي وليد سليمان شريف إقرامي حسام عشور حتى ولو لم يجدد لأي لاعج منهم بس الملف يتم ينهاه في فترة التواقف الحالية أحمد فتشي هو الأقرب لي يعني يكون بداية الانهاء هذا الملف والتجديد له لمدة موسمين خيام بس طبعاً كل ثمانية بالشفاء للأستاذ أفام بخلطوط ربنا يوم بالسلام يا رب ونطمن عايقين واخيراً أبدي عجابي بحوار حضرتك مع كابتن حلم طولام اللي أنا بحبه على المفتوى الشخصي وأعتقد رد على وجوه كتيرة تخصه كما جلال ومحمد الشريف حاجات كتيرة كانت تهم الأعنوية شكراً جزيلاً يا أستاذ أحمد شكراً جزيلاً بالنسبة للأستاذ عصام شلتوت يا جماعة الحمد لله الأستاذ عصام شلتوت بصحة طيبة وإن شاء الله بإذن الله خلال ساعات الأمور عتكون على ما يرام